موسيقى 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 نهاردا معنا ستوري خاصة لبرايماري فوري کونكت بلاس فاريسترام اسمها ياولاد خيامية سامور سيف الخيامية ينا شوف مع بعض القصة بيتكلم عن اين نهاردا معنا الملخص من خلال كتاب المعاصر انا عندي اول حاجة اتكمن عنها وهي المين كاراكترز الشخصيات الرؤسية زي زينب دي شخصية رأسية معي في الستوري كمان معي Grandpa وهو الجد كده تعرفنا على الشخصية الرأسية أنا عندي هنا The Setting القصة ليها Place وليها Time ليها مكان وليها زمن هنشوف مع بعض المكان كان فين أول حاجة كانت Add Grandparents House في بيت الجد والجدة وكمان القصة دي كانت في Add Grandpa's Shop في محل الخاص بالجد كمان الستوري دي كانت يا أولاد قاد خيامية ستريت في شارع الخيامية كده احنا عرفنا place هنشوف مع بعض The Time الوقت دي كانت فين كانت On Summer Holiday في أغسط الصيف يبقى القصة دي كانت في أغسط الصيف طيب هنشوف مع بعض البجنين بداية القصة زينب كانت تشهر بالملل في أغسط الصيف زينب كانت تشهر بالملل في أغسط الصيف زينب كانت عايزة تزور جدها وبعد ما زارت جدها زينب and her grandfather visited the shop بدأ ان هما يزوروا المحل الخاص بالجد دي كانت البداية في المدل في نص القصة grandfather like serving lotus flowers and geometric patterns بحب ان يطرز على شكل زرة اللوتس وأشكال هندسية grandfather can teach زينب to sew خيامية بدأ يعلمها ان هي ازاي تطرز وتخيط شكل الخيامية بعد كده زينب قالها فكرة زينب has an idea to call her friends to learn with her قد لها فكرة نتكلم أصحابها كلهم ييجوا تعلموا معها في النهاية grandfather show the girls how to sew خيامية بدأ يعلمهم ازاي ان هما يخيطوا ويطرزوا شكل الخيامية هي والبنات أصحابها other people join you to grandfather and the girls بدأ الناس ييجوا ويبتدوا ان هما يساعدوا الجد والبنات في تطريز وتشكيل شكل الخيامية خيامية school is traveling all summer دلوقتي في مدرسة خاصة بالخيامية بتسافر كل صيف ودي كانت ملخص القصة من خلال كتاب المعاصر اللي معانا النهاردة لمنحق connect plus لرباب لدائي first term thanks for watching and see you soon bye